الناد الاهلي تقدم في ديه ثلاثة بهدف ولا اروع لحسين الشحات قلنا بعدها يا تسايد الناد الاهلي المباراة شفنا تراجع غير مبرر وكأننا بنشوف مباراة السوبر المصري مرة تاني يعني تحدثنا قبل المباراة عن ثبات التشكيل ولكن انا قلت بشرط انه يكون ازلنا الاجهاد لكن واضح ان احنا ما ازلناش الاجهاد الاجهاد العصبي والزهني واضح على اللي عادين يعني ايه العصبي والزهني يعني القرارات اللي بتطلع بتطلع بطيئة جدا وخاطئة والزهني انه مش مستوعب الموقع اللعب واقف في مكان غلط وبالتالي ما بيصححش وضعه كتير من لعبة سيراميكا بيلعبه بحرية تمها بدون رقابة لما نيجي نتكلم على خط النص يعني انا مش شايف جهد غير مروان اللي قاعد يتحرك يمين شمال النهاردة كوكا مش بحالته مش شايف له واجب رقابة او صنع لعب او تقدم وتصويف مش موجود في الشوت الاول العطية طلاق برضو تقدمه محدود في الشوت الاول خصوصا بعد ما سجلنا الهدف وبعد ما تلقينا هدف بنتكلم على نص الملعب امام عشور مختفي مش هو ده امام عشور على خطرات النار مش احنا اللي احنا عارفينه التحركاته بطيئة محاولاته يمكن محاولة واحدة للتزديد من بعيد الدور الدفاعي طبعا هو اصلا ما بيقومش به الا بنسبة بسيطة لكن النهاردة ما فيش نسبة حتى ما بيدفعش خالص وبالتالي زيادة عددية باستمرار في نص ملعب سيناميك اكتر مننا بكتير في نص الملعب بيلاقوا بعض بسهولة يتبقوا الهجمة ويقدروا غيرت يوصلوا ولولا انه الشنوي في حالة بدنية وحالة زينية وحالة فنية نجح في انه هو ينقذ المرمى من على الاقل فرصتين مؤكدتين الفريق مش فايق مش جاهز مش في الفورمة الفريق بيعاني من الاجهاد الزهني ولابد من اجراء تغييرات الدفع بدم جديد يستطيع انه هو يقوم بالعمل الدفاعي بشكل جيد يقوم بالتحول بشكل جيد لانه واضح الاجهاد على الامام واضح الاجهاد على كوكا واضح الاجهاد على طاهر واضح الاجهاد على اكرم واضح الاجهاد انا مش عايز اقول اجهاد واضح عدم جاهزية يوسف ايمن عدم جاهزيته هو مش جاهز وبالتالي قراراته بطيئة وغير سليمة كل الأمور دي أدت إلى تحول المباراة من النادي الأهلي إلى أفضلية اللي صرمت بدون داعي لو في رقابة في نص الملعب بشكل سليم وتحول سريع بشكل سليم كان من الممكن أن نهل المباراة بالشوت الأول لكن عامة تسجيل هدف وسط هذه الأخطاء وسط هذه الظروف ينعش الفريق بعض الشيء وينعش مخيالة كولر في أن هو ممكن يقوم بتأهيرات ينشط بها خطوط الفريق تمام كابتن عماد شفنا خطورة سيراميك كليو بطرة كلها من الجبهة الشمير جبهة موجود فيها زلاكة بيميل فيها بالحاج القندوسي فدي اللي بتمثل خطورة لسيراميك كليو بطرة إزاي النهاردة كولر يوقف الخطورة دي يعني إزاي النهاردة احنا شفنا راكلة الجزاء شفنا الانفراضات اللي حصلت الكرات العرضية كلها من إجابة الشمير لسيراميك مش قولك إن إحنا عندنا مشكلة كبيرة يعني هي بس الفكرة اللي تكلم فيها كابتن محسن تحضير الزهني الحقيقة الثانية زيادة العددية دايما اللي معمولة من لعيبة سيراميكا وده كان ظهر من المباراة الأولى بمعنى ما بيروحش في مكان بلعيب واحد بس دايما زلاكة استغل المشكلة اللي ما بين والترابط اللي ما بين يوسف أيمن وما بين أقرب زلاكة بلعب طرف ملعب أول حد المفروض بيقابله أكرم معظم الكار اللي هتلاها مشتركة هو يوسف يوسف أيمن المشكلة بس البسيطة اللي هنا دي لو تحلت بتبديل رامي مكان يوسف أيمن داخل الملعب ممكن تحل بشكل كبير خمس لعيبة يا أوسامة دم خمس لعيبة من النادي الأهل هتضيف بس عليهم محمد عادل بالحج قندوسي صادي زلاكة لكاي حرية في الحركة عامل لك مشكلة في كل الخطوط خروج بكورة سهل جدا كلمنا قبل المباراة إن النادي الأهلي وهو معوش الكورة خطر ده الجول الأولاني حسين الشحال في التحضير بيكهم عمل تمرير خطأ استغلها حسين سجلنا مين هدف ما استغلناش التفوق اللي برضو كان في مورات السوبر الهدف البدري إن انت تكمل عشان تخلص المباراة بدأنا نشتغل على التحولات ترجع تحت الكورة ما بنعملش ضغط عالي استسلام ودخول لعبة سراميكا للعب وتفوق الخمسة لكاي صادق بالحج قندوسي زلاكة مع كمان محمد عادل في المساندة في الجزء الهجومي خطوط بعيدة أول مرة في الأربع أو الخمس مطاشرة اللي تلعبوا للنادي الآلي نلعب في خطوط بعيدة لما تحسب المسافة من بين المدافعين ووسام هتلاقي أكتر من 40-50 يار ده وده مسافة بعيدة جدا النادي الآلي وانت بتعمل ضغط عالي هتلاقي المدافعين وفين على نص الملعب لو نزلت على نص الملعب هتلاقي المدافعين ورايبين منك المسافة الكبيرة ده ووسام عملنا مشكلة كبيرة عمل جاب مبين تشتغل في حوالي 70 تبنين منهم مضبوط الخمسة اللي أنا بكلمك على الخمسة وسام طاهر إمام حسين ودخل معهم كوك خمسة في الضغط مع باص والتاني ما بين الخطوط الخمسة ببرى اللعبة بقيت أنت خلاص بتواجه الأربعة المدافعين بعدد من لعيبة سيراميكا قدر الاختراك من الجنب اليمين لفخر لكاي وعدى واحد ضد واحد بشكل كويس وعمل بينية لزلكة شالها طبعا الشناوي بطل شرط الأول نجم الشرط الأولام حمد الشناوي من وجهة نظر نفس الكلام في ضربة الجزاء نفس الكلام للمفراد خندوسي بدايته من كرة تانية في ضربة ركنية من حسين الشحات حاب يعمل مراوغة ارتداد كان بطيء جدا ودي برضو الحياة اللي أأكد على الكلام اللي كانت محسن للحياة اللي هي الزهنية أن أنت عارف أن ما فيش حد في ظهرك وأن أنت ضغط بكل فريتك في ضربة سابتة وما فيش غير اتنين لعيبة بس ويحصل على النادي الآلي تحول بثلاث لعيبة على اتنين ويحصل انفراد لكوندوسي لكن تقلق برضو الشناوي منع الهدف التاني نهاية الشوط أتمنى أن يتبقى بداية الشوط التانية كويس أننا خارجين بين الشوطين ونحن كذبانين اتنين واحدة أنت لسا متقدم في المباراة ما تفكرش في أنت إزاي تحافظ على المباراة لا تفكر إزاي تنهي المباراة ترجمة نانسي قنقر